السلام عليكم ورحمة الله اليوم راح ناخد الدرس التاسع بالمستوى التاني وراح نحكي فيه عن النفي الجزئي طبعا النفي الجزئي درس طويل لذلك عملته قسمين اليوم راح ناخد القسم الاول والدرس القادم ان شاء الله راح ناخد القسم التاني خلونا نبلش مباشرة بالدرس La negation النفي La negation النفي نحن الدرس الماضي اخدنا النفي الكلي اليوم ان شاء الله راح نبلش بالنفي الجزئي نتعرف على الاداة الاولى بالنفي الجزئي وهي وتستخدم للعاقل خلونا نوضح طريقة استخدامها من خلال الامثلة في حالة النفي بس نلاقي بالجملة quelquن راح يكون النفي نو پيرسون نو پيرسون كيف يعني؟ يعني بدي احزف كلكن وامفي الفعل بواسطة نو پيرسون نو پيرسون قلنا اولا بدنا نحزف كلكن راح نحط نو قبل الفعل بيغسون بعد الفعل هل هي تنتظر احد ما إذن ببساطة بس بلاقي quelquن كيف راح انفي نحزف كلكن وننفي الفعل بواسطة نو پيرسون فصارت الجملة عندي نو النا تنتظر احد خلونا نوضح كلامنا بمثال تاني فتصير عندي الجملة بالشكل التالي هل ترون احد ما الجواب نو لا نحن ننو ننajن لا نرا person احد نو نو ننو ننو نحن لا نرا احد ناخد حال جديدي إلا بس نشوف كيف رح يكون النفي أول شي بنهزف وثاني شي رح ننفي الفعل بواسطة فتصير الجملة عندي بهذا الشكل وفي ملاحظة صغيرة بس نشوف حرف الجر قبل كل كان فإجباري بدي يكون حرف الجر قبل person ناخد مثال تاني مشاركز الفكرة هل أنت تفكر بكل كان أحد ما هل أنت تفكر بأحد ما إلا بس نلاقي بالجملة كيف بدي انفي أول شي بدي أحزف وثاني شي بدي انفي الفعل بواسطة ناخد 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 نفس الملاحظة التي عكينا عنا بالنسبة لحرف الجر انه بس يكون حرف الجر قبل كل كان فاجباري بدي يكون قبل اذا نحطينا بعد حرف الجر لانه كل كان هون اجت بعد حرف الجر خلونا نتعرف على حالة جديدة هي تنتظر من الكي هون مثلا مثل الكل كان بس شوف الكي كيف بدني انفي الجملة متل ما صار معنا مع الكل كان تماما اول شي نحزف الكي وتاني شي ننفي الفعل بواسطة نو بيغسون فتصير الجملة عندي بهذا الشكل هي تنتظر من هي لا تنتظر person احد النا تان person هي لا تنتظر احد اذا صار عندي اداتين كل كان والكي بنفيو من خلال نو person نو person من خلال خلونا ناخد مسال جديد من خلال نحن نحن في الفعل بواسطة نو بارسان فاتصير الجملة عندي بهاد الشكل نو نحن نو 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 نرا بارسان أحد نو 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 نعني بارسان نحن نو نرأ احد دعونا نشوف حال جديد هل من أحد يجهز الغداء؟ هل من أحد يجهز الغداء؟ نحن اتفقنا بس نشوف شو رح نساوي؟ أول شي بنحزف شو وثاني شي رح ننفل الفعل بواسطة نوب person ولكن هالمرة كل كان يجد في بداية الجملة لذلك person رح تيجي كمان في بداية الجملة هل من أحد يجهز الغداء؟ نو لا person no لا أحد يجهز الغداء؟ إذا لما تكون عندي كمان قبل الفعل بدي حط person قبل الفعل ولما تكون عندي كمان بعد الفعل بدي حط person بعد الفعل خلونا ناخد مثال تاني مشان نركز هالفكرة كل كان هل من أحد ouvre يفتح la porte الباب هل من أحد يفتح الباب؟ إلنا بس نشوف الكل كان كيف رح ننفي؟ أول شي بدنا نحزوف كمان تاني شي بدنا ننفي الفعل بواسطة نو person فتصير الجملة عندي كمان اوفر la porte هل من أحد يفتح الباب؟ الجواب نو لا person no لا أحد اوفر يفتح la porte الباب إلنا بس تجي كمان بالبداية قبل الفعل بدي حط person قبل الفعل وبستجي كمان بعد الفعل بدي حط person بعد الفعل هاي بالنسبة للأداة الأولى non person خلونا نشوف الأداة التانية الأداة التانية non rien non rien وتستخدم للأشياء ناخد مثال il mange هل هو يأكل كالكو شوز شيئا ما وهون كمان بس شوف كالكو شوز بالجملة كيف بدي انفيها كمان في شرطين الشرط الأول بنحزف كالكو شوز والشرط التاني بننفي الفعل بواسطة نو غيان نو غيان فتصير الجملة عندي بهذا الشكل il mange كالكو شوز هل هو يأكل شيئ ما نو لا il non mange هو لا يأكل غيان شيئا خلونا ناخد مثال تاني مشان نوضح الفكرة بشكل أكبر vous accryvez هل أنتم تكتبون كالكو شوز شيئا ما إلا بس نشوف بالجملة كالكو شوز كيف بدي انفيها في عندي شرطين الشرط الأول انه بحزف الكالكو شوز والشرط التاني اني انفي الفعل بواسطة نو غيان فتصير الجملة عندي بهذا الشكل vous écrivez quelque شوز هل أنتم تكتبون شيئا ما نو لا نو ن écrivons نحن لا نكتب غيان شيئا خلونا نتعرف على الحال الجديدة il pense هل هي تفكر a b كالكو شوز شيئ ما هل هي تفكر بشيئ ما إلا بس نشوف بالجملة كالكو شوز كيف بدي انفيها في عندي شرطين الشرط الأول انه نحزف الكالكو شوز والشرط التاني اني انفي الفعل بواسطة نو غيان فتصير الجملة عندي بهذا الشكل نو لا إلا بانس هي لا تفكر أغيان بشيء ومثل ما حكينا بالفقرة السابقة بس يكون عندي حرف الجر أبل كلكو شوز بدي يكون عندي حرف الجر أبل غيان يعني بدي حط غيان بعد حرف الجر خلونا نوضح الفكرة بمثال ثاني هل أنت تفكر بشيء ما إلا بس نشوف بالجملة كالكو شوز كيف بدي انفيها في عندي شرطين الشرط الأول انه نحزف الكالكو شوز والشرط الثاني اني انفي الفعل بواسطة نو غيان فتصير الجملة عندي بهذا الشكل نو لا جونو بانس أنا لا أفكر أغيان بشيء نو جونو بانس أغيان نو جونو بانس أغيان لا أنا لا أفكر بشيء ومثل ما حكينا بالفقرة السابقة بس يكون عندي حرف الجر أبل كلكو شوز بدي يكون عندي حرف الجر أبل غيان خلونا نتعرف على حالة جديدة إلي كو هو يقرأ ماذا هون الكو مثل كلكو شوز بس شوف الكو كيف بدي انفي الجملة في شرطين الشرط الأول انه بنهز في الكو والشرط الثاني انه ننفي الفعل بواسطة نو غيان فتصير الجملة عندي بهذا الشكل إل نولي هو لا يقرأ غيان شيئا خلونا نشوف الحالة الثانية إلي كو هو يقرأ ماذا أي ماذا هو يقرأ هون كمان كو نعم لمعاملة كلكو شوز ونعم لمعاملة الكو صار عندي الآن ثلاث حالات الكلكو شوز هي الحالة الأولى كو هي الحالة الثانية كو هي الحالة الثالثة شو بدي ساوي هلأ مشان ننفي الجملة إلنا الشرط الأول نحزف الكو والشرط الثاني ننفي الفعل بواسطة نو غيان فتصير الجملة عندي بهذا الشكل إل نولي هو لا يقرأ غيان شيئا إل نولي غيان هو لا يقرأ شيئا والحالة الرابعة هي كيسكو وبنتذكر أخذنا بدرس الاستفهام إنه الكيسكو هي عبارة عن كو وإجا بعد إيسكو فصارت كيسكو كيسكو ماذا إذن هون صار عندي أربع حالات كلهم ياخدوا نو غيان أول وحدة كيلكو شوز بالفقرة الماضية والثانية كو والثالثة كوا والرابعة كيسكو وإلنا بس نشوف أي وحدة من هدول الحالات في عندي شرطين الشرط الأول نحزف الكيسكو والشرط الثاني ننفي الفعل بواسطة نو غيان فتصير الجملة عندي بهذا الشكل كيسكو ماذا أنتم ترون؟ نو نحن نو نو ويان لا نرى غيان شيئا نو نو ويان نحن لا نرى شيئا خلونا نشوف حال جديدة كيلكو شوز هل هناك شيء سوباس يحصل؟ إلنا بس نشوف الكيلكو شوز كيف بدي انفي في عندي شرطين الشرط الأول نحزف كيلكو شوز والشرط الثاني إننا ننفي الفعل بواسطة نو غيان فتصير الجملة عندي بهذا الشكل كيلكو شوز سوباس هل هناك شيء يحصل؟ نو لا غيان نو لا شيء سوباس يحصل ومثل ما حكينا عن الكيلكان بالفقرة السابقة كمان هون نفس الشيء بالنسبة للكيلكو شوز يعني بالفقرة السابقة كيلكو شوز كانت تيجي بعد الفعل فكنا نحط غيان بعد الفعل هون كيلكو شوز إجت قبل الفعل فبدي حط غيان قبل الفعل خلونا نوضح الكلام بمثال تاني كيلكو شوز هل هناك شيء إنكسر إننا بس نشوف كيلكو شوز بالجملة كيف بدي انفيا في عندي شرطين الشرط الأول إنه نحزف كيلكو شوز والشرط الثاني إنه ننفي الفعل بواسطة نو غيان فتصير الجملة عندي بهذا الشكل كيلكو شوز إكاسي كيلكو شوز إكاسي هل هناك شيء إنكسر نو لا غيان إكاسي لا شيء إنكسر وبما إنه كيلكو شوز إجت قبل الفعل فبدينا نحط الغيان قبل الفعل لو كانت كيلكو شوز بعد الفعل كان حطينا غيان بعد الفعل اليوم يكون خلص معنا القسم الأول من درس النفي الجزئي والدرس القادم إن شاء الله رح ناخد القسم الثاني بتشكركم كتير ولا تنسوا تدعمونا بالزر اللايك والاشتراك بالقناة يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله